المفاوضات في حالة جمود بعد الرد الإيراني المتشدد بتلك العبارة لخصت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمين المحادثات النوبية الهدفة إلى إعادة إحياء الاتفاق الموقع مع تهران عام 2015 والذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018 كما اعتبرت أن الكرة الآن في الملعب الإيراني مضيفة أن رد تهران على المقترحات الأوروبية كان متشددا للغاية إلا أنها أكدت أن الإدارة الأمريكية تخطط لجميع السيناريوهات